صباح النور من جديد مشاهدينا وصباح النور لقيلة يا طمي صباح الأنوار خلينا نحكي عن عرض جديد حلقتنا اليوم كل فن وترفيه وثقافة من قيمتك شكرا عن عرض جديد راقص ومخرج نجح أيضا بيجعل فن ومحطة الاستقطاب محبي الفن أجمع قدم عروض عديدة آخرها كان عرض أرجوحه يعالج من خلال فنه مواضيع إنسانية مختلفة تعني المرأة والمجتمع نستضيف معنا عبر سكايب من بروكسل الشاب المخرج والفنان الرقص اللي منفتخر فيه وعيني بكير إياس المقداد صباح النور إياس يسعد صباحك طوني صباح الخير هبا يا هلا فيك عرضك الأخير اسمه أرجوحه الأرجوحه هي اللي بتمتع الأطفال بالأعمار الصغيرة بالإجمال ولكن أرجوحتك أخدتنا لألام أخدتنا لأحزين ومرجحتنا بين الأوقات المرة والأوقات الحلوة خبرنا أكتر عن هذه الأرجوحه بذبط عرض الأرجوحه بيتطرق لهذه الصورة اللي هي مرتبطة بطفولتنا بس بالعرض أنا عم حاول أنه خلي هاي المتجوحة هي تعبر بشكل رمزي عن الحياة وعن حالة التأرجح اللي ممكن نعيشها بالحياة بين قمة الحزن والألم أو بين قمة السعادة العرض عم بيحاول أنه هو يقارب المعاناة اللي بتعيشها المرأة بحالة الحرب وهذا بشكل أساسي هو الإطار اللي بنيت عليه العرض اللي هو مدته نص ساعة وتقدم ضمن فعاليات مهرجان نعم يعني إياس عرضك هو كان رأس مسرحي بس ما كان في نص كيف تمكنت من إيصال أفكارك عبر حركة الجساد فقط الآن هو حقيقة ما في النص بمعنى أنه ما في حياة أشخيات يعني النص دائما أي عرض مسرحي هو بحاجة أنه يكون في ملخص لهذا العرض أو بشكل من الأشكال إطار فكري يضبط هذا العرض العروض الراكسة بالعموم الحوار بيكون عبر لغة الجسد عبر التواصل بهذا الجسد وبالتالي بالتأكيد كل هاي الأفكار نحطأت على الوراء ونشغل على كل جملة موجودة بهذا الوراء لحتى تتحول من لغة محكية مكتوبة لحتى تصير مجسدة على خشبة المسرح نعم وعرض أرجوح أيضا يا إياس فيه شخصيتان فقط حضرتك وراقصة إسبانية لورا من تمثل هاتان الشخصيتان؟ نحن الفرضية اللي حطيناها بالعرض هي أنه عنا شخصية المرأة اللي زوجها راحة للحرب وهي في انتظاره بحالة من حالات النفسية المعقدة حالة وحدة حالة قربة حالة خوف والزوج الذي يعود من هذه الحرب اللي هو بيكون فعليا هو جسد بدون روح محترق تماما متفحم من الداخل ولكن الصورة الخارجية هي بتعبر عن هذا الشيء اللي هو هذه التراومة الشديدة اللي تسببها الحرب طبعا بالناس اللي بيشاركوا بشكل مباشر أو بالناس اللي بيكونوا متأثرين بشكل مباشر بهذه الحرب الحرب بسوريا خصوصا؟ بالتأكيد يعني كفنان سوريا أنا الأفكار تبعي بستقية من تجارب الشخصية اللي هي بالتأكيد بالنسبة للي عم بحكي عن سوريا أنا بهذا العرض وإنما حاولت بهذا العرض أنه ما كنت بس عم فكر بصورة المعاناة السورية حاول أنه تلمس من خلال هذا العرض معاناة قد تكون تعرض لعديد من شعوب العالم ونحن بمأساة الحروب لسنا جدد نعم إياس حولت الدفن لإحتفال والأرجوحة لقبر ليه؟ شو السبب؟ يعني برجع بقول أنه هذا التغير الدراماتيكي لمجموعة من العناصر البصرية اللي هي موجودة بالحياة الحرب بتقدمها أحيانا من شكل عبثي يعني منشوف على شاشات تلفزيون دمية للطفلة الصغيرة مغطاة بالدماء يعني فحاولت بهذا العرض أنه قارب هاي الصور المؤلمة اللي نحن منشوفها لتعبر بشكل من الأشكال عن حتى جسمك يعني ببعض مشاهد العرض بيكون مغطة بالطين إلى ما يرمز الطين هنا؟ يعني هاي المادة المباشرة اللي أنا استعملتها حتى نغطي الجسم هو بلحظة من لحظات بيبين طين بلحظة من لحظات بيبين الجسد محترق متفحم طبعا النوعية الطين اللي اخترتها اخترت طين أحمر بيشبه تراب بلادنا يعني التربة هاي الزراعية اللي هي كمان بتقارب لون الدم يعني حاولت إني أنا لقي بنية بصرية أو يعني استخدم عنصر بصري يحاول يقارب كل هدول الصور اللي أنا حكيت عنهم وطبعا يعني بمفاهيمنا نعم أكمل إياس عم نسمعك يبدو أنه هناك مشكلة تواصل تقني بينه وبين بروكسل بس رجع لنا إياس خلينا نعم عم نسمعك هلأ طبعا اي اي انا كنت طبعا أنا كنتم لأنه المفهوم اللي هو وإلى علاءة بأنه الإنسان من تراب وإلى التراب فهو كمان محاولة لمقاربة كمان هاي المفاهيم هاي الخلفيات الفكرية اللي هي موجودة ببلادنا ومجتمعات طيب سؤالنا الأخير يعني جمهور العرض كان مزيج بين الأوروبيين من جهة البلجيكيين خصوصا والعرب الشرق أوسطيين ردود الفعل كيف تفاوتت بين الجمهورين ألا هو بالعموم الجمهور الأوروبي جمهور لا يعبر كثيرا يعني بيكون حابب العرض بس هو ما كتير بيعبر يعني الخاصة إذا كان يعني حتى لو كان العرض هو بيحكي عن مشاكله اليومية أو أشياء بتخص حياته يعني بس بالعموم كانت الفعل كتير إيجابية الكلمة اللي دايما عم بسمع بعض العرض أنه الصورة كتير قوية وكتير مؤثرة وهذا بيدل على على أنه قدرنا بشكل من الأشكال أنه نقارب قسوة الحرب بعمل فني طبعا هو بالأخير الحرب أقصى من هيك كتير بسبب الجمهور الشرق أوسطي طبعا بيكون أكثر تعبيرا عن تفاعله مع العرض ونظن أنه كمان بسبب أنه هنا بيعني أقرب يعني قد يكون جزء من معاناتهم الشيء مهددا بهذا العرض نعم طبعا إشارة أخيرة إلى أنه وإياس أيضا هو مخرج أفلام وثائقي ويعمل حاليا على فيلم وثائقي طويل بعنوان المشهد الأخير لاختصار الثورة السورية المخرج والفنان الرقص إياس المقداد كنت معنا مباشرة من بروكسل شكرا لك وعذرا على هذه الأخطاء أو سوء التواصل التقني بيننا لا بشكركم كثير يسعد صباحكم وشكرا لهذه الفرصة وبتمنى لكم وبتمنى لجمهوركم نهار سعيد شكرا خلينا نروح أنا وانتهى